السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد أبعرب وإحنا النهاردة مكملين معاك في كابسول فور للإنجرشور ويلا بينا نكمل تعال نقول هنا في بيتج نومبر 24 في المنار ونقول كلمة هوليدي عادة بتسبق بأن هي أصلا الكلمات اللي فيها دي زي فريدي وساتردي أيام الأسبوع دي كلها عادة فيها أو قبلها Welcome to Iceland زي Welcome to Egypt مثلا مرحبا بك في مصر يبقى Welcome to Iceland يبقى Welcome بعدها تو بوهوليدي قبلها أن What is happening Saturday morning يا مستر طب ما أنت لسه إن ساتردي ده بياخد أن صح زي ما ساعتها قلت لي أخيرها دي والأيام اللي أخيرها دي جميل لو أنا حطت صباحة كده بقى الساتر دي لوحديها سبت يوم السبت كل ياخد أن لكن أنا بقول morning جزء من يوم السبت طيب فلا هاخد على أساس morning دي morning دي بتاخد إيه عدي بقى معاه كده morning afternoon بعد الظهر وevening المساء الثلاثة دول بياخدوا إن يبقى قلتين morning in the evening in the afternoon الثلاثة دول بياخدوا إن يبقى أنا هنا هاخد له إن they are كلهم فيهم ING يبقى أنا هاخد معنا to Iceland next week يبقى أنا عايزة أقول بيطيروا إلى يبقى flying to a lamb is the waterfalls tomorrow علام دهو هيزور إيه أنا عايزة أقول هيزور ده أنا حلتها يبقى visiting the waterfalls tomorrow هيزور الشلالات بكرة محمود is horses tomorrow بيعمل اللي horses الهرسز دي بعمل لها إيه نازمة لبقى أنا عارف فيرب اللي علاقة بالهرسز اللي هو riding يركب أحمد is at three clock يبقى هنا هو أي فيرب بعدها مزوار آين نجي كررت كتير خلاص children are they're play tomorrow خلي بلك هنا play مش معناها يلعب هنا مسرحية والمسرحية دي بتلزق فيها كلمة perform يؤدي يبقى هنا هو performing their play يعني هيأدوا المسرحية أو هيمثلوها بكرة what is أي فيرب بعدها أمويز وار هاخد له آين نجي فاقوله what is happening on Saturday where are you and the bob go برضه are بعدها الفرب في آين نجي من غير ما أكملها what are you and the bob going on Friday when are they احنا قلنا بعد أمويز وار آين نجي بص بقى تحس أن الأسئلة باعتين مملة من كتر منطق خلاص عشان كنا أنا بقول لك المعلومة في الأول الجديدة حل عليها كتير الديني هتبقى سهلة معيها I'm not performing living spending flying my next holiday in the city يبقى هنا هقوله أنا مش بقضي أو مش هقضي الأجازة اللي جاية في المدينة ممكن هكون هقضيها مثلا في السجن ولا حيقة we will go to the mall tomorrow afternoon هنا عايز يستخدم or استنى بعد أرض هي ما تجيش إلا لو في معاها verb في ing يبقى هاعمل إيه واللي برا هحط قبل go r عشان we فهتبقى we are وجو يتحط الing براحة تانية مستر لما يجي يقول لي حط r يبقى هو عايز r في ing هحط r قبل go وحط go ing يبقى we are going وكمل الراجل عايز يحط ناو حاضر يبقى ناو ده لما بتيجي تتحط في الآخر وتطرد always وتطرد الS بتاعت يبقى always ده موجود عشان الS طب ناو ده بتحب مين بتحب الفيرب يكون فيه آخر و nj يبقى play وقبل am is r s ch واله تاني الراجل عايز يحط ناو ناو ده لما تيجي تتحط في الآخر تجيب معه مين ناو ده عبارة عن سكن جديد هيجي اشتري الشقة بتاعت مين بتاعت أول حاجة هيعملي أول هيمشي وياخد مع الاس بتاعته طيب فضلت she وplay وتانيس ناو ده هي بيحب am is وr وnj يعني هايقول is عشان she وplay تحط الان j يارب يكون فاهم tomorrow معناها غدا tomorrow تتحط فين في الآخر هنا هو بيقول بس طبعا هو عايز كده اجابة when are they having a party هم امتى هيعملوا حفلة هشتب وعمل cross بدل are they هتبقى they are having a party وكتب tomorrow طيب هنا بقى ركز معايا عشان اتيما دي الكرار الكتير خليك معايا هنا this beach is beautiful الشاطئ ده جميل يا له من شاطئ جميل عايز اقولها كده يا له يبقى وط شاطئ جميل يبقى اهنا ابدأ بصفة وبعد بعد كده جبت النون بعدها وحنا كمان they are flying to iceland on sunday هم هيسفروا ايسلندا يوم الحد انا عايز last week يبقى last week ده هتتحط في الاول وبالتالي هتخلي الجملة اللي بعدها ماضي يبقى they are flying هشتب كده who are flying وهاجيب البسط بتاع fly اللي هو flow يبقى they flow وكمل to iceland طب انت هنا عايز مين عايز will هعملها ازاي ركز معايا واللي جدت يبقى is will energy برا هقول he will climb وكمل طب الراجل عايز من عايز look look كده عاملها ازاي وحطها في الاول ماشي طبعا احنا هنا محط نهاش في الاول مش عارف لي محط نهاش في الاول بس that's okey اهي تعال نعمل هالو ادي look look ايه هروح جايب له شي ودي هنا is احنا بنحل ed ودي is طب اشتوب دي بقى كده احنا نحل ها يبقى ادي look وهروح كتب هنا هو طبعا في exclamation زي ما هو عامل هروح مكمل الجملة بالترتيب شي usually وال s برا fill draw ادي دروقة هي دروقة دي ما تنفعش لوحدها اما look لازم نقابلها اما is or is عشان she والverb ده هو بتحط الله n drawing وكمل الجملة picture طب تعال نشوف دي does she listen to music هل هي بتستعمل music عايز is حلو يبقى is مكان does is جاء تساكن الجديد she ينزل عادي ما عشان do does with it طيب ركز معايا في التما دي بيقول this is a peculiar place ده مكان رائع عايز اقول what يبقى له من مكان رائع يبقى جب صفة ثم اسم particular place طيب place ده هو مفرد يبقى اقول a لأ عشان p طيب هنا this is an incredible place هو الراجل جاب لك الصفة في الاول place في الاول اللي بقول اللي هتعمل ها and incredible place طيب visiting عملها ازاي لو انا شفت arrange two بشتب arrange two اللي قبلها كلها body visit نزلت في i g و i بتاخد m عشان هو عايز visiting وكمل الجملة كلها للاخر وطبع احطوه full stop محطش exclamation ولا cost mark برضو نفس الكن بيبقى arrange two ده كلها اخلي fly يتحط lg اللي هو عايز وحدة كمان ركز معي اكتر will you buy a new car on friday عايز يستخدم r يبقى r مكان will r he got buy لازم نتحط lg عشان اموز r وكمل الجملة they blend يبقى انا كده فهمت حاكتين فهمت ان arrange it و blend بشتوبهم بلند ده بشتوب و arranged فيدل fly fly تحط lg وتحط عبليها معايزة or انا حسب اللي قابليها يبقى z هتاخد r وكمل flying to كذا كذا طب هنا i هتاخد am meeting وكمل and hear the strange sound from the mud boots and سمع صوت غريب من من mud boots من break what ما سمع يبقى what ما عندي فعلا مساعد the verb hear the they are leaving tomorrow يبقى tomorrow ده وقت فهز when عندك فعلا مساعد موجود when are they leaving وقت كتب tomorrow موجودة في الإجابة الحاجة اللي عليها خطوط دي عادة هي مش تنزل في الإجابة they are flying to Iceland يبقى احنا هش طب to Iceland وه عملي عندما كان هروح عندك فعلا مساعد نعمل كرس they are هتبقى are they وكمل she is playing basketball هي بتلعب بسكتبول هتعمل ايه هحط what وعمل كرس what is she doing yes i am writing a letter ايوه انا بكتب خطاب يبقى هعملي هشتوب yes i am بتتحول are you وكمل no she is traveling by train هشتوب no وعمل ايه مش هعمل بقى ايه حاجات كثيرة فيها انا كل اللي هعمله هقوله ايه هقوله حاجة ركز في الحد اللي عشان اتقررت هو راجل حطت نوت لا لو حطت نوت هكمله الجملة كلها لحد train طب لو مش حاطت زي دي يبقى في الحالة دي هعكس له اي وسيلة مواصلات غير train هقوله plane هقوله bus هقوله اي حاجة فهو بيقول لي لا هم هيصفروا بالقطر يبقى انا اقول له هل هم سفروا مثلا بالطيارة عشان كده يقول لي لا هم هيصفروا بالقطر هل هم سفروا بالاوتوبيس هيقول لي لا هم سفروا بالقطر يبقى انا هعمل ايه هعمل is she traveling by اي حاجة غير train bus مسلا تعالى نشوف حاجة تاني طيب انا كده وقفت معك لحد number 28 لو انت فهمت مني ان تدعيلي دعبة خير مش عايز منك اكتر من كده انا عايز منك لا subscribe ولا اشتراك ولا like ولا الكلام ده كله هم حاجة عايزك بس دعبة خير ولو انت استفدت اقول لي ان انت استفدت عشان نكمل capsule 5 مع بعضينا عند 28 انا هقف لحد كده لحد ما شوفك انت رأيك ايه في العملنا ولو انت ما علاتش ولا حاجة انا كده فيهمت اللي انت ما فهمتش مني وهضطر ان انا اسكت وليلك بالخير ربنا رزائك بحد افضل مني يوصلك المعلومة كان معاك محمد ابو عرب شكرا ان انت وصلت معايا لحد نهاية الفيديو شكرا جزينا 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 شكرا جزينا